تقدر تروح على مكتبك يا أستاذ رمزي أنا عاوزة المهندس حسن حاضر وتجيب لي التقرير اللي طلبته قبل ما اليوم يخلص حاضر باستنيك في مكتبي تقول الحاجة؟ لا ما بقولش طبعا أنا فهمت إن أنت والأستاذ رمزي صحاب ودلوقتي حضرتك عرفت إني أخته أنا بقى مش عاوزة حد في المكتب يعرف إني أخته ما قدر موقفك لغاية ما أفصله تفصلي مين؟ رمزي ليه طيب؟ عشان عدم التزامه أنت الحدي تدحكمي؟ أولا نسمع حضرتك إيه أنت دي؟ أنا بقولك حضرتك حاجة تانية أنا عارف أخوي كويس أنت عندك حضرتك عندك خلطة في الأمور نعم مش من حقك تتبني أحكام مسبقة أي أن كانت علاقتك بيه دا ما يديكيش حق إنك تبقي مسبقة بقرار فصله مش هو بس لا أنا بتحددش مين قالك إن أنا بتكلم عليك؟ اسمع عن حضرتك أنا حدخل في الموضوع على طول لأني تعودت إن أنا أكون صريحة أنا عارفة إن الشركة كلها كانت فاكرة إن أنت حتيجي مكاني يفهموا لي أجبهم المنصب دا لو أتعرض علي أنا أعتذر عنه فعلا؟ مش محتاج أثبتك أوكي مش هصدقك لأني تعاملت مع ناس كتير شبهك في الشركات التانية شبه إزاي يعني؟ يعني كل الأمور في إيديهم ما بيحبوش يبقوا في الصورة فالمدير لما بيكون عاوز ياخد قرار ما بيقدرش ياخده غير لما يرجع لهم دا بيرديهم نفسيا قدام الموظفين بس لما بيحصل غلط المسؤول هو اللي بيشيله اللي بيبقى في وش المدفع إيه وش المدفع دي؟ واضح إنك اتعاملت مع ناس مرضى أنا مش كده أنت فاهماني غلط فاهمي الصح حضرتك لسه مستلمة الشغل مبالح طلبت مني طلب؟ لما طلبت من موظف عندك في الإدارة قالي إن الموضوع عندك إنت يا بش مهندس واضح إن حضرتك فعلا عندك خلط خلط؟ آه خلط اختصاصات قدرت المشروعات دورها إنها هتدرس كل المشروعات اللي موجودة في الشركة وتشوف لو فيه مناقصة أو مفيش أو إسناد بالأمر المباشر دورنا بقى إن المشروع ده يرس علينا فين المعلومات الجديدة اللي بتقولها؟ إنه مش دور إدارتي خالص تلف على المقاولين اللي انتوا جابينهم ينافزوا فيه إدارة اسمي قدرت التنفيذ هي المنط بيها القيام بالدور ده وأنا عشان خبرتي وعلاقتي بالشركة كلها بقدم التقرير دي عشان عارف إن المهندس ردوان مش فاضوا بيلفة في المواقع أنا بقى هنا عشان أشيل الخلط اللي انت فاكر إنه هو خلط بطرياتك دي مش هينفع ومش دورك تقولي أنا عارف أعمل إيه أم عارفش بصي أنا كنت متشائم لما أول مرة قابلتك وخبطتلي عربيتي وتخانيقنا وابني كان فاكر إنه يعني بنتك لها علاقة لو سمحت لو سمحتين تنسيبني أكمل وتاني مرة تقابلنا في الإسم أنا بالبيجامة طبعا كل دا كلام غريب بالنسبة لي بس اللي معرفت إنك أخت رمزي بقليك مكانة خاصة جدا عندي عشان رمزي مكانته كبيرة قوي وغالق علي وأنا أساعدك أساعدك تعرفي كل كبيرة وصغيرة في الشركة شكرا على كلامك اللي مفهمتوش بس أقدر أرد على اللي فهمته أنا مش محتاجة مساعدة من حد شكرا هو أنا ممكن أقولك حاجة شخصية قبل ما تقوم تفضلي؟ سيب مامة الولاد هالة تكون متدخلة معاهم سبحان الله كنت حظب منك نفس الطلب بالظبط بساء الخير ألف ألف ومبروك علينا وبعدك يا باش مهندسك الشركة نوارك شكرا ردوان الجامل يا فن مدير إدارة التنفيذ أنا آسف مالهاتي شاجي مبارح أنا كنت ببرسعيد وطلعت على أبو إير بتابع الشغلة فن إزايك يا باش مهندسك حاسا؟ إزايك؟ هو بس السؤال المهيني هم إزاي يعملوا فينا كده؟ آه شوفت إزاي يجبوننا أمر تكون رئيسة مجلس الإدارة؟ إيه الكلام ده يا باش مهندس؟ جدام قوي بتقول حاجة؟ لا 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 بقول عن زنوب حلو قوي لبنفسجك شكرا أنا أبعدتلك الأنوان أهو خلاص تمام مشي بس بعد ذلك حلو متأخرش علي يعني خلاص أوكي مشي باي مهندسك حاسا؟ عمورد؟ إزايك أنا دا عاملي؟ الحمد لله هو توهر كويس؟ كويس؟ بكلمه ما بيردش ولا بيفتحه هاتساب لا لا أعشد بس مع بعضها طلينا ينفوه طب ممكن بليس تشوفه صحي ولا نايم؟ طبعا، مشي ثانية أحتى تانكيو تانكيو أنا دا بستنياك تحت إيه؟ دا إيه اللي جابها دي؟ بتقول إن أنت مش ترضى عليها طب ممكن ما تقولش بابا أنها جت؟ ماشي بص أنا عارف إن كنت سخيف فورخة، ما أنا آسف بس ما وضع جيتار دا معكنا عليها و أيهاب اللي قلتو، ما زعلش مني فيه معك علي عليها طول عمراء علاقتها بي غريبة وطول الوقت رفضة أي حاجة بعملها ما قدرتش تقدر ظروفي وتفهمني الحاجة الوحيدة اللي قبلتها مني إيها بابني حتى بناتها حرمت منهم عندها أربعة زيك بس رغم كل دا، هي طيبة جدا طيبة طبعا، واختك ولازم تقول كده؟ لا والله طيبة جدا بس هي دماغ رات بغلط رمز انت فعلا ما كنتش تعرف؟ بقولك حرماني من بناتها يعني مقطعاني خليه غالك انت لما قلتلي نادية أنا مربطتش هي فعلا أول ما تعينت زمانة تعينت هنا في الشركة اشتغلت مدة أو سيارة قوي وبعدين خرجت اشتغلت في القطاع الخاص عشان كده أنا مربطتش وبعدين بقى أكتر حد بقى هيتقدر في الليلة دي أنا مش انت بتعرف انها عايزة تفصلك؟ قادرة وتعملها بتقولي طيبة على الصرعة مش فهمك صدقني لما هتتعامل معها هتفهمها أنا مش عاوزة تعمل معها أصلا عشان خاطر يقعد جنبها يا رمزي والله أنا أول ما عرفت انها أختك حاولت بس هيها دماغها ناشفة انت هتقولي سيبها سيبها تخد التجربة بنفسها وتتعلم يا ردوان دخل عليها بالشويتين بتوعها واضح انها بتحب الحاجات دي بس هيها لازم تعرف ردوان بيعمل ايه؟ ده ده الوحيد في الشركة اللي ما بيجيش غري يوم أو يومين في الاسبوع والله طبيعة شغله كده الصفر واللف على المواقع ده المتابعة طب بزمتك هو بتابع حاجة ده صائع مص الشهر احنا مال؟ طب والسف اللي بيسفه بالمقاولين هو اللي هنعيج مزيده يا رمزي اللي زيختك دي لازم القنبلة تفقق عفوشها عشان تفهم ولو ما فهمتش انت مش بتقول انها شاطرة وبعدين جوزة فينك جوزة موجود دكتور وعيش معاها وراجل طيب جدا ما لازم يكون طيب عشان يستعمله والله لو عرفت ظروفك هتتعاطف معاك لا 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 يا رمزي موضوع ظروفك وتعاطف معايا عشان ظروفي ده انا محبوش ده الحدي دلوقتي فهمة ان ام العيل عايشة معايا وانا ما حاولتش اصلح لها انا محبش الطريقة دي لو سمحت ماشي استغفى الله عزيلا استغفى الله عزيلا وبينا يأخذ يا رب يا مين الحرباية اللي جات لنا جديد ما تحترم نفسك ايه يا رمزي ما هتسيب كل واحد يقول له وعاوزه ايه مش قلتلك مش عايزة حدي يا رب خير يا عشور ايه اللي حصل طلبت من أستاذ ميتحط مهندس رأيتي ان يشيل الانترنت من كومبيوتراب بتاعتنا ويخلي الانترنت للمدرين للمرسلات بس ربنا ينتقل منها يا رب هيا واللي منها يا عم هي ازيادة أذى ما كفاية بقى تتحق